ما يحكي في اليوم خمسة شهور بالتمام الكمال في غزة وهذا الصمت العربي هذا سميه صمت له مع الطواطئ أصلا خصوصا في معركة الجذب هذه في المفاوضات هذه والتأثير كيفاش تتابع؟ يعني هذا دليل على انهيار نظام الرسمي العربي فعلا يعني هذا نتيجة ضعف أو نتيجة طواطئ أو مزيج من هذا أو ذاك يعني الآن دولة الاحتلال تقصف وتقتل في المدنيين حرب إبادة جماعية يعني حرب إبادة جماعية على الهواء ليأول مرة يحصل هذا في الحال يعني اسمعنا وقرينا على حروب إبادة جماعية ولكن ما كانش في هذا العصر المعاولة مع عصر الانترنات والسوشال ميديا كل شيء ينقل على الهواء مباشرة ومع ذلك العالم كل يبقى متفرجا ومش هذا الأدهى والأمرن بعض الدول العربية متواطئة وقت الآن تقف الشاحنات يعني كيلومترات ممتدة يعني آلاف الشاحنات الآن تمتد على بجانب معبر رفح أو على بواب معبر رفح ولا تدخل يعني شعب مجاور لمصر بل هو كان جوزه من مصر إلى غاية 67 يعني غزة كانت تحت السيادة الإدارية يعني لمصر ومع ذلك تبقى أكبر دولة عربية ودولة مجاورة تبقى في حالة المتفرج قال شنوه أن معبر رفح ما هوش تحت سلطتها معنا الطرف الإسرائيلي يعني إذا كان هذا الأمر كذلك مع ذلك أنت معدكش سيادة أصلا وشنوه مبرر كام ديفيد أصلا مبرر كام ديفيد أن مصر استعادت يعني سيادتها على سيناء تبين هذا أمر يعني هذه كذبة كبيرة وأن القمة العربية انعقدت القمة العربية تقريبا بعد خمسة وستة أسابيع من طلاق الحرب لأن بعض الأنظمة العربية كانت تنتظر من إسرائيل استكمال المهمة لماذا؟ لأن النظام الرسمي العربي كما قيس سعيد ليه جزء منه هذه شفتوا وذلك التنبير يعمل فيه الإسلاميين عمل لإدروجة عقيدة متع الدولة العدو رقم واحد هو الإسلاميين ما يسمونه بالإسلام السياسي وذلك لماذا قيس سعيد هو مندرج في هذا المحور محور الإمارات ومصر بل لأنه حتى انقلابه منخرطة في هذه الدولة وكان موقفهم الصهوريين على قلباء ومتميز هذا كله معون صنعة جيد أن يكون موقفهم الصهورية ولكن يقدر واحد يكون موقفهم الصهورية جيد وهو ديكتاتور يجمع بين هذا وذاك وشفناه احنا في تجارب كثير شفناه والآن موجود في العالم العربي هذه النماذج موجودة كانت وما زالت موجودة غير منعت الأمثلة يعني ممكن يكون نظري المعادل الصهوري وبايع كلها ماذا هو العمل في نهاية مطاف شنية طيك بترجم موقف قيس سعيد قال إذا رأيتم سمكتان يتخاصمان في البحر فأعلموا أن هناك سوية معنى هو السياسة متاعه قيس سعيد إثارة كل هذه الخصومات لديروجة متاع قيس سعيد ومنح لكل إثارة هذه الخصومات معنى هو يترجم في السياسة الصهورية ويقول إذا كان شوف تزود سمكات يتخاصم يعني الفتن والخصومات هي صنعة إسرائيلية وسياسة قيس سعيد هي إثارة الفتن والصراعات يعني في نهاية المطاف هذا كل رأو بيع أكلام حتى نختم في نهاية المطاف يعني هذا دليل على عجز النظام الرسمي العربي للأسف القضية الفلسطينية نعم يعني تائها وضائعة لأن العرب تائهين وضائعين ولكن تبقى القضية المركزية القضية الأساسية هي القضية الفلسطينية تجمع قلوب وعقول يعني كل العرب وكل المسلمين يعني ملايين من العرب والمسلمين قلوبهم وعقولهم الآن منتجها إلى غزة والمعارضة التونسية النفس الشيء التوانس قد يختلف في أشياء كثيرة ولكن القضية الوحيدة المختلفة هي القضية الفلسطينية ومناصرة فلسطين والقدس وغزة هذا شيء بديهي وثابت من ثوابت معناها الثقافة التونسيين وتكوينهم المجداني والنفسي والقومي والدين إلى حين 24 معارضة التونسية إلى حين 24 مطلوب منها يعني مش مطلوب من المعارضة التونسية توحيد صفوفة والخروج هذا من الاستقطاب هذا لأنه فم إقصاء حتى داخل المعارضة التونسية وقد يبدو فم مساجين بهين ومساجين خيبين فم وجوجوه من المعارضة ما زالت تتحشش فيها ثقافة الإقصاء إلى حد أنه حتى بعض المقترحات بالمناسبة في موضوع الانتخابات اللي نجيبه شخصية الخلفية يعني نيتا جعمزة أن نجيبه شخصية باش تواصل انقلاب قيسس عيد بأشكال أخرى لأن الهاجس الرئيسي كيفاش نستبعده النهضة من المشهد ونستبعده الإسلاميين هذا هو قيسس عيد 2 المشروع هذا هو قيسس عيد 2 و25 ما هو مشروع وطني ديمقراطي هذا مشروع ربع ديمقراطي بل أستطيع أن نقول أنه مشروع استبدادي وديكتاتوري هو ربما موقف حمد عبو قال الإسلاميين عندهم حساباتهم الخاصة لذلك يقول أنه الأفضل الذهاب نحوه شخصية خارج الطبقة السياسية يقول خارج الطبقة السياسية باش يجيبه واحد من صنف قيسس عيد يستمر الانقلاب ولكن بأشكال وصيغة أخرى يعني مشكلة منتظر منه وحبوا قيسس عيد ينجزل مهمة لإجهاز على النهضة هذه مقامة لهم وشبية بالشكل المطلوب اللي يحبوهما ثم قيسس عيد استدار عليهم لو كان هو بقى يتحرك في دائرة النهضة فقط رأوا باهم يتحالفين معاه ولكن بما أن قيسس عيد يعني عمم استبداده وظلمه على الجميع فهذا الاعتراض يعني مش اعتراض أخلاقية أو نزيه يعني ما فيمش اعتبارات مبدئية وأخلاقية كل ما هناك حسابات سياسوية وشخصية وأنا لا اتهم كل المعارضة طبعا في معارضات نزيهة يعني وتناظل بصدق الآن في مواجهة قيسس عيد ولذلك أدعو إلى الترفع على صغائر الأمور وعلى الحسابات الشخصية والحسابات الفئوية والإيديولوجية وهذه ثقافة الكرهية معناها والعدال الإسلاميين أو غيرهم أي مكون مكونات السياسية وتوحيد الصفوف وتوحيد الطاقات والأصوات في مواجهة هذه الدكتاتورية السوداء الناشية التي تتهدد تونس وتتهدد كل مكتسباتها وتضحيات أجيال متتالية لعقود من الزمن شكرا جزيلا دكتور رفق عباسلام وزير الخارجية التونسية الأسبق والقيادة بحلقة النهضة هكذا نأتي لختام هذه الحلقة المباشرة موعدنا يتجدد معكم غدا بداية من الساعة الثمين ونصف مساء بتوقيت تونس في مدى الله